انتم تسمعوا في 90 دقيقة يجيونا ونفرحوا بيهم ونحكيوا في المواضيع المهمة والعميقة خاصة أستاذ محفوظ خطر العقيقة عندي بارش سؤالات ش نسئلهم لك سؤالات يهموا القانون يهموا الدستور لكن أيضا يهموا الشأن العام والبداية بش تكون بسؤالي أعلنت عليه الساعة الأولى وين المحكمة الدستورية حسب رايك أين هي شكرا على الاستضافة ونوعاتك قتلك وقت اللي تويت المناسبة شكرا لك نجي على خطر ربما سألتني سؤالي هذية للمشهد الإعلامي ما يعجبش وردود الفعل العنيفة والمتشنجة تخلي الإنسان يلتزم مكانه الجامعة يكتب وانتهى الموضوع غادي ولكن مجهة أخرى ديما قاعدنا البلاد بلادنا واحنا جينا نقول في ظرف دقيق متع انتقال ديمقراطي فيه خيبات فيه نكسات فيه رجوع إلى الوراء لكن ديما نقوله ربما كيف نقرأه التجارة بالمقارنة نقوله في الانتقال من نظام تسلطي إلى الديمقراطية مايش عملية سهلة مايش عملية سهلة خاصة وانه المجتمع نبدو بالمجتمع بل كل شيء مايش مستبطا القيامة الديمقراطية اللي تقوم على الحرية حرية الفرد لكن السؤال المطروح حدود الحرية شكون يضبط الحدود متاع الحرية وشكون يحميها اثنين البناء القانوني إذا مايكون سليم مايكونش فيها اضطراب مايكونش فيها بناء فوضوي ثلاثة هي الإرادة الإرادة نحو تحقيق هذا الهدف مع كل أسف احنا من 14 جنفيا 2011 لقينا ثم تردد ثم انتهازية ثم منطق الغانيمة واذا مايرتبطش بالأحزاب أكدت التجربة وأنه موش مرتبط بالأحزاب هذا مرتبط به وربما ما انتشر من موروث ثقافي في بلادنا خلينا ربما نفكر وهكاك وهك عليش ثم ربما نخبة تفكر في واد والمجتمع في واد آخر واذا فلق؟ ماتها برشا جملة ذي في المدة الأخرى أستاذ الحفوظ نظران قلت أنه الظرف دقيق وبديت الخزنمان تاعك أستاذ بموضوع استبطان الحرية لننتهي إلى استبطان موروث ثقافي معين ولكن فيما طريق قاعدين نشوقوا فيه من نظام التسلط الديمقراطية يعني اليوم احنا في طريقنا لبناء ديمقراطية هذي نعتبرو إقرار من عندك أنه نحنا ماشيين في الثنية الديمقراطية ولكن في طريقنا فما بناء قانوني فوضوي فما موروث ماناش قادرين أن نتخلصوا منه نظرا لأنه خب اليوم دورها دو بلوز وم بلوز ما عشواضح عشواضح لحد تحد وفما دانيك رومان دوليليت واللي هو ماش حاجة من راسي اللي هي موجودة في الكتب التي تتحدث فما كلمة خرجت في 2011 مش كلمة قالها رئيس الحكومة السابق في حمادي جبالي نكبتنا في نخبتنا موجودة ذي اليوم هذيكا لا هذيكا كانت نقولوا احنا الضريبة متاحها غالية ياسر على خاطر كي تضرب النخبة متاعك نقولوا احنا بالعامية تشلكها شكون مش يملى الفضاء شكون مش يملى الفضاء ما هو مش يملى ناس اللي ما همش أكفاء اللي ما يفهموش لا في المادة القانونية لا في علم الاجتماع لا في محاولة التوعية لا في محاولة إنارة الناس لا في إذن كيف يملى لك الفراغ هذيكا بالطبع بشيق على التشويش على الرأي العام بش تتقلب القيم بش تولي الحرية هي الاستثناء معاتش هي المبدأ بش يولي أنا واحد من الناس مثلا في منطق متاع حرية كي تقول فكرة ولا تقول غناية تغني غناية ولا ترسم رسم ما يعجبنيش ما نحطكش في الحبس ما يعجبنيش تلفزا نسكرها قناة نبدل راديو نسكر ما خبيش عليك المدة هذي لكل مغروم نحط الموسيقى فقط خطر معاتش نحب ومش كانانة نتصور موش كانانة معناها خطر ساعات راهو مدام خلود تسمع في اللانتين في دي بيتيز تسمعهم بالحق وبعد تسب وبعد تشوف ردود الفعل في كل فيسبوك فيسبوك عبارة على غابة مفتوحة الأسلحة لكل تتجبد والفيسبوك والغزوسوسيو هما من أكثر الفضاءات التي كان من المفروض وإلا كان متوقع أن المرسوم 54 باش نظمها لأنه من عرش كان موافقني ولا يا أستاذ محفوظ وأنتي قادرة أستاذنا أنه هذا المرسوم هو جويلة أساساً للجرائم أو المخالفات اللي عندها طابع سيبرني هكا ولا لا هاي في حين أنه الراو اللي التطبيقات غير واضحة لحقيقة معناها اليوم إذا كان تقول لي أنت تتكلم ما نحطكش في الحبس هي ما نحطكش في الحبس أما إذا كان أنت عندك قانون اليوم يخول أني باش نتحط في الحبس القانون هذيك هو اللي يلزم هو اللي يلزم نفكره فيه مش نفكره في أنه نشوفه شكون عنده النية وشكون عنده القصد وهو يقوله ما يخبيش والسلطة السياسية يعني حتى الجانب التمشي القانوني هذيك اللي قررته هولنا متع لاتات خواد هذيك زي دفقدني شوف عندك حق وياسر ناس باتاتر عندهم حق لكن المعالجة ما كانتش فيه تقديري أنا حسب رأيي أنا طبع ما كانش صحيبة علش على خاطر هذيه تم كما قلت لك في بناء قانوني سليم أيوه شنو البناء القانوني السليم أنه القانون كنقول القانون بما في ذلك الدستور راه ونبدأ بالدستور والقانون متاع المشرع والمرسوم والأمر واللي تحب أنتي وخاصة الأحكام اللي باش تصدر على القضاء البناء القانوني هذي يجب أن يكون سليم أولا سلامة متاعه في طريقة اتخاذ النص اللي باش نتبقوه يجب أن يكون سليم ويجب أن يكون سري المفعول اثنين المضمون متاعه يجب أن يحترم المبادئ ويحترم أن القاعدة الدنيا يجب أن تحترم القاعدة العليا يعني القانون يجب أن يحترم الدستور صحي تك سينو ندخله في الفوض هذا هوش قتلك الفوض هذا صاير فما اليوم قوانين غير دستورية حسب قراءتك مش غير دستورية نحن نحكي على الفوضى مثلا في البناء السليم جريمة معينة ما هكا ولا جريمة باش يقع تجريمها ثم فعل معين باش يقع تجريمه قبل ما نجرم الساعة يلزم ناخذ المرية متاع الدستور نبدأ بيها هي لولا نشدها نحطها في عينية مرية الدستور ونشوف هل أنه الساعة التجريم هذية مناسب ولا ما هوش مناسب هل أنه التجريم هذية بش يمس جوهر الحق هل أنه القضاء اللي بش يحمي علوية الدستور واللي بش يتكفل بحماية الحقوق والحريات مستقل ولا ما وش مستقل هلو واضح ولا أنا قاعد نشوف في هجمات كبيرة على القضاء وقت اللي القضاء اليوم سيلو مايون فابل على خاطر القضاء شنو مطالب منه القضاء بش يتطبق القانون لقرينيهم الكل ويعرفوها وزميننا رئيس الجمهورية الحالي سيد قاية صحي يتقرع زيدا كيف كيف أول درس اللي يجينا في السنة أولى حقوق نقريوها علوية الدستور أول حاجة يعرفها وعلوية الدستور على جنو على النصوص الأخرى إذن كيف نجرم نص هنا بقانون ولا بمرسوم في إطار معين ولا يلزم الساعة لرقلة هذيك تكون فليد معناها وقاعد اتخاذها تبقى الإجراءات وأحنا عنا فوضى كيف شنقل لك فوضى ساعة ساعة المرسوم خلني أخذهم مثال مش كان المرسوم 54 لعدة المراسيم اللي وقاعد اتخاذها خلن نبدأهم البداية لأنه صالحة اليوم سريطة المفعول ولا ما هيش سريطة المفعول في تقديرنا أنه المراسيم هذه ومنها المرسوم 54 استندت أنت كتقراها أنا جبت معاك جبت معايا حتى اللي يلزم نقول وحنا نزوتي الترافايم بتاعنا فيش تستند هو المرسوم 54 مثلا اصدر في 13 سبتمبر 2022 شي يقول فيه رئيس الجمهورية في الطالع عام تاو إنه رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور واضح معناها بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق تبعني مليح وذي سترى ليها 4 سطورة بتدابير استثنائية نحن المراسيم عندنا أختي ترجمة تقول 3 أنواع من المراسيم عندنا المراسيم خاطر المرسوم شنوه هو هو يمكن السلطة التنفيذية باش تتدخل في مجال الي هو من اختصاص السلطة التشريعية عليش الدستير تعطيه للمشرة لأنه يمس الحقوق والحريات كما هك خنكملك خنكملك لا لا شنرجعك الفكرة خطر مهمة جدا لهنا أعطيني بربدي نكملك الفكرة ونرجعنا لا شنوه ما كمللنا وبعد نمشي وفي قراءة كاليوم وقت اللي رئيس الدولة يقول بالإطلاع على الدستور وعلى المياه وسبعتاش الذي جويل للتدابير الاستثنائية هل المرسوم 54 يدخل في إطار التدابير الاستثنائية صحيتك صحيتك موش كان المرسوم هذا وقت يجيك في الطالع هذا شقرنا احنا في النصوص وقت التقرى الطالع ترجع النص هيك اللي الطالع متاعه انتي ما استنتش في المرسومة متاعك لحالة المراسيم الموجودة في الدستور كستسواء المراسيم اللي خرجت في عهد دستور 2014 اللي أصدرها الرئيس في عهد دستور 2014 ولا المراسيم اللي خرجت بعد دخول الدستور الجديد حيز النفاذ في 17 أو 2022 هذو كان حالات هذوم المراسيم هذوم نقول كان مثلا مرسوم تفويض الجيس التشريعية تفوض الرئيس الجمهورية الهناي المرسوم ما تولي عنده قيمة قانونية إلا بعد المصادقة متاع مجلس نواب الشعب إذا مصادق علينا هل نحن الآن ما زلنا في حالة استثنائية صحي هل اليوم لـ 177 ما زل سير المفعول كيف هو تدبير طوال المرسوم 54 وغيرهم المراسيم اللي استندت للأمر 117 إذن استندت لنص وقتي به اللي هو يحكم حالة استثنائية شمعناها؟ معناك نرجعوا لحالة العادية تنتهي التدبير الاستثنائية إيه لا لأبراف شنو؟ أنه الرئيس وقت اللي عمل الامر 117 استندشنو للفصل 80 من دستور 2014 وين هو الفصل 80 من دستور 2014 يمشي على روحه كيف يمشي هز معه الكل واضح كيف أنت المرسوم هذائي اللي هو الطبيعة متاعه هاجينة ما هوش من المراسيم اللي جابيها الدستور لمتاع 2014 ولمتاع 2022 وعشرين دونك ما يخذاش لل نقوله أحنا لك الموساطق متاع مجلس مجلس نواب الشعب ولكنه ينتهي بانتهاء التدبير الاستثنائية عليش خطر الفصل 80 من دستور 2014 اللي استندلوا رئيس الجمهورية لإعلان حالة الاستثناء قلوا تتخذ التدبير التي تحتمها حالة الاستثناء هذي اعتبرها الرئيس أنا مانيش فهمة حاشا خلينا نسألك كما أي مستمع أو مستمع يا أخي وفيت الحالة الاستثنائية احنا ما عشر مياه وسبعتاش وقت شو فيت اه بش نعطيك وفيت قانونيا بالطبع نحكي اما في ذهن الرئيس ما زالت ولا حاجة هذي كموضوع آخر اما نحكي لك قانونيا اي خليني في المجال القانون اي 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 انتهيت بموجب دخول دستور 2022 حيزنا فيت في 17 قوة 2022 في مرحلة أولى وبالحكم الانتقالي الموجود في نفس الدستور هذيك اللي يجي يقول تنتهي ينتهي التشريع بمراسيم بعد نعقات أول جلسة لمجلس نواب الشعب اه واضح دونك التنسيس جاي في الدستور الجديد جاي في الدستور الجديد ولكن ليس هناك تنسيس في المياه وسبعتاش على أنه تنتهي اللي ينتهي العمل به هو عنوان وشنوة اي هو عنوان وشنوة حالة استثنائية تدابير استثنائية اي دكار يتعلق إذن كيف ترجع للحال شنو الفرق بين الحالة العادية والحالة الاستثنائية هو هذا الفصل الثمينين اللي انتي نقوله احنا استنت عليه باش تعمل الأمر مياه وسبعتاش قلك تنتهي التدابير بزوالي أسبابها بأنتي سيد الرئيس قلتنا أعلنت حالة الاستثناء علاش على خطر الخطر جاي من مجلس نواب الشعب القديم هكا ولا وين هو المجلس نواب الشعب مش على روحه ولا انتهت انتهت الخطر هداية انتهى ولا ما انتهى شكونش اذا كان تعتبر الخطر الخطر ما زال متواصل مع مجلس نواب الجديد لكن خلنا حكيه من الناحية القانونية السؤال المطروح اليوم هل انه المراسيم اللي استند عليها رئيس الجمهورية على حالة الاستثناء على ما زالت سريع المفعول اليوم ولا لا شكون يجاوبنا لهنا بخلاف رئيس الجمهورية شكون ينجم يجاوبنا القضاء شكون كيفاش القضاء القضاء وأول القاضي مسؤول بشي قلنا انه هالمراسيم هذي طبيعة المراسيم هو القضاء الإداري قضاء الإداري مثلا ثم ناس ظلمت مثلا قضاء ظلمت فلأك الأعثاءات ولا فيها الواحد ومشيت المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية هي اليوم تقول لنا من جهتها في القضايا الإدارية هل انه الحالة الاستثناء مشيت على روحها بالتدبير متاحها بما في ذلك هذي المراسيم قاضي الجزائي يجب يتطبق عليه النص كما هذا أول حاجة يجب يثبت بشي سلط حكم بالسجن على الناس ذكر يشوف النص هذي سليم ولا موش سليم أول حاجة يجب يثبت فيها إذن أنا في تقديري وهذا رأي الراء وأنه الاستيناد على المرسوم 54 وعلى كل المراسيم اللي استندت الأمر 117 بكلها اجتهادات ما هيش في محلها لأنه في تقديري حالة الاستثناء ولت وانتهت بموجب الدستور الجديد نهائيا بعد دخول هذ الدستور حيزن نفذ في 17 شهود وخاصة بعد ميقات أول لس نسلك سؤال أستاذ أمين محفوظ معناها نحب نسلك بكل صراحة هكا وأنا لنعرف القانون لا عندي فكرة هكا اعتبرني حتى شي خطوة هذية الحكاية حتى حد ما جيت لبالو أنت قبيلة قلت القضاء ما نجموش اللومو وما نجموش اللومو الناس اللي ما رجعتش في الغيزان ما للموضوع هذية وكيف كيف زادة ما نجموش ندخلوا في ذهن رئيس الجمهورية لأنه يمكن رئيس الجمهورية يعتبر أنه فعلا أنتهت التدابير الاستثنائية وينجموش يكون حتى ما هوش ما في بالوش أنه المرثوم هذي قاعد يتطبق هنمشي معك للأخر التأويلاتين شكون شكون علش ما جيتش البال حتى حد الفكرة هذية اللي تطرحها بطريقة قانونية واضحة والسؤال الثاني هل كل القضاءات اليوم في تونس كاملة ما فهم حتى حد رجع وشايف سلامة النص وعلى أساس أنه ما عادش النص هذيك في مجاله اليوم شوف سوالك في محلو أولا شبيجي الفكرة لهذا وما جيش لهذا إذا كل إنسان حر طبعا طبعا نعرف في التفكير وفي التعبير سوف نرجع لهذه الحر في التفكير وحر في التعبير اثنين بالنسبة لي وهل محكمة دستورية دور غيب محكمة دستورية نشو يكون عنده دور في الموضوع خلينا توا غير محكمة دستورية خلينا توا غير خلو عضعيان حالة هذه في تقدير يلزم ساعة لسان الدفاع اللي بشير رافع على الضحايا ربما هالنصوص هذية يلزم يثير هالنقاط هذية في سلامة النص الذي سوف يتطبق على منوبه ساعة أقبل الكتير نايوة ويناقشوا قدام المحكمة إذا أنت ما تناقش المحكمة ماش ما تلقى نفسها بش بش الموضوع هذية هذي النقطة الأولى النقطة الثانية اللي في خصوص المسألة الدستورية وهنا راهوا الاشكال الكبير اليوم باش القاضي يقبل بش يراقب دستورية هالنصوص هذية وهل أنه نص إذا سليم ولا مش سليم مادام خلود يزم يكون مستقل ماذا معنى الجيش انام اي كونسيانس قوله احنا دونك يبدأ مرتاح قرار اللي بش ياخده واللي بش يمشي فيه ما يلزمش تنجر عليه عواقب بالنسبة لحالته أور انا كنشوف فما مرسوم خذاه كيف كيف الرئيس الجمهورية ذولي المرسوم عدد 35 ذولي كان الذاكرة ما خانتنيش المرسوم 35 يعطي الحق لرئيس الجمهورية في عثاء القضاء فهمني كيفاش انا نجم قاضي نمشي في هالتمشي اللي جبدوا لسان الدفاع في سلامة النص اللي بش نتبقوا وفي عدم دستورية المرسوم 54 ومجموعة النصوص الأخرى وبعد غدوة نرجع كقاضي نلقى بيرويم سكر ولا نلقى مذكرة في النقلة ولا نلقى أعفاء فهمني معناها الوضعية القاضي وهذايا بالنصوص هذايا من نحكيه معناها بالنصوص وقتلي الدستور علش نرجع لك ديما لفكرة الدستور دستور يضمن استقلال القضاء دستور 2022 ومش هكاكة ولا يمكن نقلة القاضي بدون رضاه محطوطة في الدستور واضح إذا كان الصلت صلت التنفيذية ما تحترمش علوية الدستور إذا كان الإدارة ما تحترمش علوية الدستور إذا كان القضاء ما يحترمش علوية الدستور كيفاش تحب المواطن بش يحترم القانون يعني عشقوا لك أنا البناء الفوضى وهذايا دون كينا من الجمش نحمل القضاء أكثر من اللي يتحمل أما بالعكس أنا هكا عليش الهيئة الوطنية المحامين موقفها في البيانات المتاحة جبدت على مسألة استقلال القضاء وينه المجلس على القضاء كان ثم عندنا مجلس على القضاء تبقى الدستور ألفين وعشرين راهوا القاضي يبدأ مرتاح راهوا كيفي إنا ديولوا ويقولولوا وخاترتاوا في الفترة هذي في غياب المحكمة الدستورية خير علاش خير أبش قولك علاش لأنه إخي القاضي الأمريكي عام 1803 في بداية القرن 19 ثم محكمة دستورية ما ثميش محكمة دستورية أما وقت جاء لسان الدفاع ودفاع بعدم دستورية قانون جاء القاضي ثاق قالت ينا بش نطبق قانون لكن في نطبق القانون يجب أن نطبق القانون السليم وقت اللي قال القانون اللي هو متاع الكونغرس اللي صدق عليه الكونغرس يتعارض مع الدستور متاع 1787 كقاضي يلزم ننغلب بالدستور على هذا القانون مش مرسوم راه ويتعلق بقانون اصدر على الكونغرس وقت الكونغرس تم نواب من الكونغرس قيموا القيامة قالوا هذي حكومة القوذات اه تراقبوا فينا احنا انتخبنا الشعب انتشكونك انت فانت كيفاش دونك هذي وشوف راه وريفليكس هذي مش كان اليوم يا مادام خلوت راهو القضاء التونسي وخاصة العدلي منه الماضي متاعه ما هوش ناصع في مراقبة دستورية ترقوينة جستما هو ما هوش ناصع بارامانتو كور خطر اينا زيدا أستاذ محفوظ يجبني ننقول لك الرأي متاع الناس التي تساند المرسيم وان القرارات تمتع انه رئيس الجمهورية يكون عنده الحق في اعفاء للقضاء يقولك بما انه الماضي هذي ما هوش ناصع واليوم الدولة متمثلة في السلطة اللي تقود فيها قاعدة تدفع الى تحرير القضاء الى انه القضاء يرجع قضاء مستقل فانه لازم اي مثال يقولك رئيس الدولة اذا كان بشيع في قاضي لانه عنده شبهات فسد ولا لانه لا يمكن ان يقوم بدوره كما هو مطلوب في دولة القانون خلي اعفيه ولكن اعفاء القاضي لانه قال هذا القانون غير دستوري صارت هذي يا استاذ محفوظ وعليش ماسمعنا حتى قاضي يخرج وجرح في نفسه ولا قاضي يخرج وقال ما عاش النجم نخدم لا احنا سمعنا بمذكرات عديدة اي سمعت انتي تصريحات من نوع هذي من ناس قالت انا لا 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 تشوف وقت تبدأ القاضي ما هوش مرتاح لا وقت تبدأ القاضي هوش كونقلك القاضي ما هوش مرتاح محفوظ وقت لي سمع مذكرات متاع نقل اي وقت لي انتي تصدر حكم دو جورة بريت تلقى روحك تنقلت صار هذي سنة موجود موش هكاكة بالنصوص تسمح له وينو المجلس على القضاء اللي يحميه وينو ثميش مس على يحميه القضاء ما ثميش حاجة تحمي القضاء ما ثميش دونك المعركة الحقيقية في تقديري ومعركة التوانسل كل بما في ذلك وهذا موش ممصلحة حتى السلطة السيدة خطر هذي يرى السلطة السيدة يزمك تحط في بالك راه غدوة انتي خرج الحكم انتي وأتباعك حط في بالك راه غدوة دونك الماكينة بشترج عليك يزمك تفكر في روحك وانتي خرج الحكم وهذا اللي قلناه الجماعة اللي حكموا البلاد بريت دومي الأنزو مفكروش فيه قلناه لم يولادي خموا في نظام ديمقراطي يقوموا على علوية الدستور وحماية الحقوق والحرية هذي هذي يا أستاذ محفوظة نجم تكون مثلا من الجمل اللي تقلت لكنتي وقت اللي شاركت في اللجنة الاستشارية اللي كتابة الدستور يا أستاذ محفوظ خمم في نهارة اللي أتوالي ما عادش من المقاربين لفكر رئيس الجمهورية يا أستاذ محفوظ التصورات القانونية المستقبلية للدولة قد تكون غير موافقة عليها آآ علاش تدخل آآ في كتابة دستور ما تتقال للنس كل هكا ولا ليه أستاذ صحيح وعطيتني فرصة بارك الله فيك باش نحكي في الموضوع خاصة في الأمر مياه وسبعتاش ما تنسيش أبسولي وينك انت تحين ثم جماعة تحكي وفتاتر اتعلق وينه واذا موش هو اللي يكتب الأمر بياه وسبعتاش شوف أنا قلتها مرارا وقتها اللي الرئيس ندالي ووقتها نحب نكرر ونقول يا أخويا برك الله وفيه اللي ندالي كان نجم وهو يعرف اللي أنا ما صوتتلوش لا لا يعرف اللي هو ما صوتتلوش اللي هو معنى كان نجم ينادي الناس اللي صوتت لكن الاتفاق اللي صار بناتنا ساعة ندالي ما عنديش وظيفة رأني ما نيش لرئيس ديوان ولا نتقاذر في شهرية ما من عند رسميا لا من عند الدولة ولا من عند أو كا وقت اللي نادي بش نعطي الاستشارة نعطي الاستشارة أنا شراء تعرف المواقفي من المسؤولين على الانتقال الديمقراطي في العشرية الفارتة قلنا مراكم غالتين رأوا الخيار هذا الدستوري ميجيش رأوا النص القانوني هذا ميجيش رأوا يعملوا كان اللي في راسم المحكمة دستورية نهوقتي عملت القانون المحكمة مع زمالية رفضوه مشروع القانون الأساسي المحكمة دستورية ورفضو بش يقع انتخاب معناها ساذة أجلية في المحكمة دستورية هذيك دونك أسمع الناس الكل تتحمل المسؤولية تبقى كل واحد تتحمل مسؤولية بالقدر اللي هو أنا مؤثر أنا منيش صاحب قرار أنا كيف نداوني من 2011 حتى الجوان كملت لترنت جوان 2022 نعطي راي نعطي أفكار لكن شوفوا الفترة هذي الكل حتشي على مشروع نظام ديمقراطي معناها الهدف الهدف هو تأسيس نظام ديمقراطي يقوموا على علوية الدستور وعلى حماية الحقوق والحرية جيبوا لي مرة برك في الاتجاه دونك أنا كيف نديلي والرئيس الرئيس ينص على ذلك صراحة وهذا الضمان طلبناه فالأمر 117 أيوة ينص عليه نكمل في الاتجاه هذي في الهدف هذي مدام التزم خطر هذي الالتزام بتحقيق غاية الأمر 117 لالله هو اللي كان توا يعرفوا ومعناه ثم سياسيين وثم إعلميين وثم ربما حتى بعض زملاء خليهما قالوا الله يسمح كيف تقرأ الأمر 117 وتلقى فيه تدابير أثار الجدل وتلقى فيه تدابير فيها ياسر ضمانات معليكم كانوا تحطوا الأمر 117 تحت مجهر مشروع الدستوري اللي حضرناها أحنا ومشروع الدستور اللي خدمه سيد قيس سعيد تفهموا بالضبط تفرزوا شنوما النوس في ال 117 تدابيرنا اللي احنا اقترحناه وشنوما التدابير اللي اقترحه سيد قيس سعيد دونك العبرة سامحني وقت اللي المجموعة الأخرى ما استغلتش الوقت في الانتقال الديمقراطي احنا قلنا هذي فرصة لتحقيق الانتقال الديمقراطي طلبنا الضمان اخذينا الضمان متاعنا لكن وقت حاد الرئيس على المشروع هذيك لأسباب نجهلها إلى اليوم ماذا عملنا؟ ماذا عملنا؟ هو هبط المشروع متاع خرش ما قلته صحيح قعدنا في نفس المواقف ومو شكاكو برا وأنا واحد من الناس تحملت مسؤوليتي وكتبت ثمش كون نقراه ثمش كون ما قراش ثمش كون اقتناع أنا شنقول يجب تنسيب الأمور وراه الظرف يا خلود ما هوش ظرف متاع تشنج ومتاع سبان ومتاع نخسره في الوقت قاعدين نخسره في الوقت أنا يظهر لي يظهر لي رأي المشاكل هذي بكلها سياسية ويظهر لي ما زالوا ثم شوية حكماء في تونس وسيد رئيس الجمهورية مغروم بورجيبة راه هو مغروم ومرة استقبل يظهر لي سيد طبوبي قال له يحكي له على دستور 59 يحب يرجع على دستور 59 مهوك أو لا والفكرة متاع ودونك مغروم بورجيبة بقى واخذ من بورجيبة بطيتر الجانب اللي أنا ما عجبنيش في بورجيبة فهمت كيفاش دونك سي شو نقول نقول يا خويا كيف انتي مغروم بورجيبة اتحاية النادي الوزراء اللي خدموا مع بورجيبة خلنا نعتبرهم حكماء اليوم كي مسي محمد الناصر اللي شد رئيس كي مسي مانصور معلق وحكي معاه خطر اللي قاعد نشوفيش كي ما عمل شنوه أستاذ محفوك على خروج من الأزمة اللي قاعدين الأزمة الخانقة السياسية اللي قاعدين نعيش فيها اليوم أين تجليتها الأزمة الخانقة بالنسبة ليك؟ أنا في تقديري الأزمة هذية ما نش قاعد معناه لاربريسيون معناه نجيب نصوص اللي فيها تجريم ونحط ناس معناه الفضاء العام يسحف على الفضاء الخاص انتي خلود تقعد مع شخص في قاعدة بريفي ينجم يسجلك في الديمقراطية في الديمقراطية ما عنده حتى تأثير أكثر من ذلك اللي يسجلك نيكسون ما أدراك نيكسون تعرف شعمل شعمل يتجسس على الحزب الديمقراطي حط لما بش يسمع ش يقولوا فيه نواب الديمقراطيين نون سلمون قامت عليه القيامة في الأخرى تفرض عليه بش يستقيل وما وقع تتبعه جزائيا هذا معناه شفت الفرق ما بين الفضاء العام والفضاء الخاص دونك انتي كي تعتمد على تسجيل لي ثم قولة تتقالوا سمحني السيد العمومي قولوها قولوها زمانة متاعنا كلمة خايبة في البيت في غيابه ما معناه؟ ما معناه؟ ما معناه؟ ما معناه؟ دونك الاستيلاء على المعطيات الشخصية هذية وإشهارها انتي ولا تحطها في الفيسبوك ولا تحطها كذا راهي موجبة لتتبعات لأخات رينا ولا انتي قلتها في إطار خاص دونك يصحف الفضاء العام على الفضاء الخاص هنا احنا في نظام تسلطي وفي نظام كلياني تعرف النظام الكلياني الخو يخاف من خوه الزوجة تخاف من رجله الابن يخاف من بوه على خاطر يسحف عليك الفضاء العام ما عاش عندك فضاء خاص بينما كيف تصير في نظام ديمقراطي تتبعات ضد نيكسون شوف كيفيش وصحها في راوجيا هو اليمكن ان يبنى نظام كلياني على علوية القانون لا صح leather دولة القانون تقوم على علوية الدستور نظام كلياني نجم يكون بالقانون لا احنا اتساك يتسمى 20 leakale معناها نعمل القانون اوقا كيقول قوى القانون يتُطبق بيننا القانون والقانون تلقاه جائر المضمون متاع وجائر والثارة دولة القانون مضمون القانون ليس مش اكون جائر بلا انا مشنعكك انا إجزامپل فالفوضى هذي بتاع البناء هذي. المرسوم مية وخمستاش. ايوا. ديما تشبدو فيه. انتم على اساس. على اساس. يتطبق على الصحفيين فقط. ايه? اذا كلي في بالنا احنا. لا لا. هذي يتطبق على المواطنين الكل. ايوا. به. عندكم في الفوضى هذي. نرجو الفصل به. اللي هو الفصل اربعة وخمسين. موش المرسوم اربعة وخمسين. الفصل اربعة وخمسين من مية وخمستاش. اي. اشي قولك? يعاقب بخطيئة من الفي الى خمسالاف دينار. كل من يتعمد بالوسائل المذكورة بالفصل الخمسين. نشر اخبار زائفة. معناها نشر الاخبار الزائفة. نعم. فيه خطيئة. واضح. كيف تشوف المرسوم. وعودوا جرموه في المرسوم. صحيح. يزمك تجي في المرسوم اربعة وخمسين. وش تقول? يلغى العمل. بالفصل اربعة وخمسين من الامر. اه. بي. استاذ محفور. بشي خليلك كلمة اخيرة. اليوم اللي تجاوز اللي سميته وانتي اليوم البناء القانوني الفوضوي. وهالتجاوزات هذية الكل. قلت فما ازمة. اه منين نبداو. شو شو اول حاجة. لو كان انتي توى رجعك الالفين واثين وعشرين. وقدي كنت تتحدث مع رئيس الجمهورية على التصورات القانونية للبلاد. شو شو تقول تو شو شو الرسالة متاعك لتجاوز هذة البناء الفوضى والقانوني حسب توصيفك. باش نبداو. هو هو اجتهاد سيد قيس سعيد. تو عندو خمس سنوات سيد قيس سعيد. دونك ما نعرفش اسكو نجم يتبدل في تبيعتو ما نجمشي تبدل امان توكا كم شفتو احنا كنا الزامانات. كي كنا معاه. كي كنا معاه ما كناش نخليو الامر هذة يمشي. ودير والله وقتها جبدنا كنت ذكرش ابريل 25 جويه دو ميل وانتاين وصلوا ثم مواطنين يحبوا يسافروا ما يخليوهمش بورطان ما ثم حتى حكم يمنعهم. دونك كنا كنا صوت الناس اللي ندافع الناس هذو ما وبالفعل كان متفهم وكذا. دونك سي شوف انا في نظري آآ فمشي واحد تولا يحكي على انتخابات رئاسية. حتى حد ما عطي حكي على انتخابات رئاسية. في الفترة هذي الكل نسيناها الانتخابات رئاسية. العهده متاع السيد قيس سعيد. على حسب لي زي. لي زي انا نستنى فيها وقتش مش تخرجنا الرزنامة. ايه. لطومة خرجت الرزنامة. وانا ربما ايش نقول. نقول له ربما السيد قيس سعيد ماسك بيزمام الامور في كل شي. وهيك علش لي زي زادة خايفة حتى هي. علش خايفة نقول لك الناس كل خايفة. لانو يعرفوا جماعة لي زي نجم يعفيهم السيد قيس سعيد. بالمراسيم اللي عملها هو. ايه ما فوما اجيل. استنى عاد. الاجيل وين رح. انتي هيئة سيد بفون يرحم والديها. قبل تسعة شهر خرجت الرزنامة كاملة. السيد المسؤولين الانا في هيئة الانتخابات قالوا من نجم ونخرجوا. ايه. قالوا ما يصدر الامر بيدعوة ان اخيبين غالط. لان كنت مسؤولة على الرزنامة والامر ايه كمحطة من المحطات. ما اسكي سون توجوغ دون لدلي اوستاذ. ما زيل معناها. لا ما الهيئة الانتخابات ميش قايمة بالواجب الدستوري المحمول عليها. اللي هو ضبط رزنامة الانتخابات. الامر هو محطة من المحطات. انا كتبت مقال في المشأن هذي. نوشي راف الشارع المغاري بي. مش بت المسائل هذي. لكن خلنا مشيوه في التصريح الرسمي يتاح. قالوا في اكتوبر هكا ولا خرجوا الرزنامة. ممكن السيد قي سعيد. ممكن. خطر الدستور يخول له. يظهر لي في الفصل. تم فصل في الدستور يخول له اثناء عطلة البرلمان. ينجم يتخذ مراسيم. نعود ونرشع المراسيم. دونك بتاتر في المرسومة اذاك باش يحدد تاريخ الانتخابات هو. وبتاتر زيادة كيف كيف باش يحدد شروط الترشح. وجي من بعد يصدر الامر هذك ووقت اللي يزيد. اللي يزيد تبعه ولا غير ذلك. هذي يخلينا نقلت البناء الفوضى ويراهم يتحل. قبل ما ندخلوا في البنية. قبل ما نبدأوا نبنيه. يزمن الذهن يكون نكون وخالي الذهن ونكون الرؤية واضحة. شكرا لك. دونك المسألة سياسية. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك أستاذ امين محفوظياتك ساحة. مرسي بكولي تابعتونا لكل في تسعين دقيقة. ملتقانا غدوة. اشتركوا في القناة.